الوعماية الغسيلة هو عندما أخسل إيدي أعيز أخسل ضغافري أعيز أخسل مبين الصوابع أعيز أخسل الصوابع أعيز أخسل بطن الإيد هنا مهم جداً أنه نراجع في أدينا إزاي الخطوات بتاعة عملية غسيل إيدي زي ما إحنا شايفين معنا في الفيلم هنا بيورينا الفكرة إزاي أتفادى التلوث العرضي هو بيورينا هنا عملية الأكل العالي لو هو رايح يأكل أو بيجيب من عندي حاجات من الصوم ماركت أو بيورديها للبيت دي بتفرق معي إزاي هعمل لها عملية التخزين زي ما نشوف كده هو داخل معنا هنا مع الأخذية الشنطة دي بيبقى فيها الأكل لو هو أكل ناي وتساب لفترات طويلة هتبتدي البكتيريا تعيش عليه وتتكاثر بصورة كبيرة لو أنا سبته مع الأكل الموجود هو حطه في الطبق مع الخضار لو البكتيريا بدأت تزيد عليه بدأت تطلع منه كمان الميا اللي هي البلازما اللي بتكون موجودة في اللحمة هتبتدي تتنقل للخضار أما يجي أكلها هتبقى عندي هنا هو بيقول لك لا افصل اللحمة خالص عن الشنطة اللي فيها الخضار عشان ما يحصلش التلامس ما بين الاتنين يبقى أنا بالطريقة دي ما عملتش عملية ناقل العدو أما يجيه حطه في التلاجة هنا حط اللحمة مع الخضار الاتنين في رف واحد مع الوقت هيحصل تلامس ما بين الاتنين فانقل العدوة البكتيرية منها الخضار أما جي أعمل من الخضار ده سلطة على طول هتحصل العدوى لا حطه حط اللحمة في الرف التحتاني والخضار حطه في الرف الواحد وفوق بحيث أنه ما تحصلش عدوى عن طريق تنقيد ما بين الاتنين برضو أما جي يحضر اللحمة بتاعته حضرها على الكاتنج بورد لوحدها على لوح تقطيع لوحده بدأ يعمل عملية التقطيع والخضار على لوح تقطيع تاني خالص هنا شوفه وهنا ورعلك لأنهما لو الاتنين حطوا على لوح تقطيع واحد على طول عملي العدوى البكتيرية بجانب ما ننساش أن السكينة اللي بقطع بيها اللحمة مش هتبقى هي هي نفس السكينة اللي قطع بيها الخضار هنا بيورينا هوت الخضار بقى في حالة لوحده وهنا اللحمة لوحدها الحد ما أعمل عملية الطهي بتاعتها وبعمل عملية الغسيل اللي بتوصل لمدة عشرين ثانية كعملية غسيل وبعد كده بغسل الكاتنج بورد بتاعتي أو لوح تقطيع وبغسل السكينة بتاعتي أما يجي قطع الخضار لو أنا بقطعها على كاتنج بورد ومنفصل خالص الكاتنج بورد أو البلانشة الأولانية أو الواحد التقطيع الأولاني مختلف ما تنساش أنه هو غسل السكينة قبل ما يعمل بها عملية التقطيع الخضار فبالطريقة دي هو بيفصل ما بين الأكل الناي والأكل الجاهز في استخدامه هنا هو بيقيس درجة حرارة الأكل من جوة بيشوف ووصل لدرجة حرارة الطهي ولا تعدى درجة حرارة ده معناه أن من جوة هيبقدر الأكل ناي في عد بكتيري موجود أما يخش جوة بطني هيبتدي يعمل لي عملية الإصابة وبالطريقة دي بيبقى الأكل عنده جاهز بيدي له فرصة أنه هو يهدم عليه شوية وباقي كده بيروح إيه لو هو هيدخله في التلاجة أو يعمل له عملية التقديم بنأكد تاني أن عملية غسل الإيدين عملية مهمة جدا غسل الإيدين بيتم على مرحلتين المرحلة الأولية أنه نخس الإيدي بالكامل عن طريق المية والصابون السائل بنمنع الصابون القطع ما بنفضلوش قوي لأن الصابون القطع بتعيش عليه المايكروبيات وممكن تتنقل تبقى عندي تفضل موجودة عندي على الصابونة مرة واثنين وتالاتة أما جعمل عملية غسل الإيدين تتنقل من الصابونة القطع لإيدية لكن استخدام الصابون السائل ده بيكون في عبوة عبوة منفصلة ما فيش حاجة بتلمسها فالصابون بيفضل جوا خالي من المايكروبيات وببتدي أخب منه نقطة في إيدي وببتدي أرغي كاف إيدي بالمنظر ده بالصابون بعد ما كون عملت عملية بل إيدي قبل ما استخدم الصابون طبعا وزي ما هنشوف أدي كاف إيدي هوات أنا ببتدي أدعك بالراحة وبعكها أفتح ما بين الصابع وعمل عملية الاحتكاك ما بين صابعي وبعكها بجيب ظهر إيدي وروح دعيكها بالراحة كده هوات وبعكه أخب ما بين الصابع ضهر إيدي بجيب ضافري وبروح دعيك ضافري في بطن إيدي ومهم جدا إن أنا أشد الضفر أو الجلد من تحت الضفر عشان أتخلص من أي اتساخ موجود جنب تحت الضفر ده بالكامل وأعكس على إيدي التانية وبكها أجيب صابع إيدي ودعك من المنظر دوت أعكس صابع إيدي بالمنظر دوت باكها بطن إيدي في بطن إيدي والصباع الاخير ده تقريبا احنا ملمسناهوش خالص طول ما بنعمل عملية غسيل اليدين وبعجي بضهر ايدي كده هوت واروح اعمل حركة دائرية وهنا بعمل حركة دائرية لحد ما تخلص من كل الاتساخ اللي موجود على ايدي وبعمل عملية الشطف وبعد ما بخلص الشطف ايدي بمدي ايدي اخد المنديل انشف ايدي واروح اقافل بالمنديل ده الحنفية ملمسش الحنفية ملمسش الحنفية طول ما انا شغال او طول ما انا بخسل بعمل عملية غسيل اليدين وبعد ما اخلص نفس الحكاية برضو ملمسش الحنفية طب انا لو لمس الحنفية بعد ما غسلت ايدي انا بوزت كل حاجة خلاص كل اللي انا عملته رجع تقريبا اليدين تاني من العادات اللي مش موجودة في حياتنا وبنتمنى النهاية تبتيت انتشر استخدام المطهر اليدين ان انا استخدم مادة الجل الكحول عبارة عن مطهر كحولي بيتضاف منه نقطة على اليدين وبنعيد نفس الخطوات اللي احنا عملناها لأدينا المطهر الكحولي بيقتل اي شكل من الميكروبيات موجود على ايدي بعد ما بعمل عملية تطهير اليد وبيحصل له عملية تطهير بعد كده فبيعمل لي نوع من انواع الحماية طبعا لو حصل لمدة 20 دقيقة هيحصل تاني الاصابة توصل او العد البكتيريا تكاثر مرة تانية احنا لو رجعنا كاف ايدينا كده هنلاقي عندنا طبقة الجلد فيها زي الشقوق وده بيخلي عندي نوعين من البكتيريا بكتيريا دايمة ودي موجودة جوا الشقوق وبكتيريا بنقول عليها بكتيريا مؤقتة ودي اللي تلامست مع اليد البكتيريا الدايمة انا ما بقدرش اموتها ودي نعمة ربنا ادهلنا لانها بتسد المسام وبتمنع البكتيريا الممرضة ان هي تخش جوا الجسم انها بيهمني ان انا اموت البكتيريا الممرضة او المؤقتة اللي بتبقى موجود عليها عيدي فعشان كده باهتم دايما بعملية درازية لو رجعنا تاني الموضوع من الاول احنا بنتكلم على السياد سلامة الغذاء في المنزل تاني لازم نعمل عملية تنظيف لأي معدة انا باستخدمها اذا كانت طبق معلقة شوكة سكينة لازم افصل ما بين الاكل الني والاكل المطهي او الاكل الجاهز للاستخدام نمرة تلاتة لازم اعمل عملية طهي جيد للاكل اوصل الاكل بتاعي لدرجة حرارة توصل لدرجة حرارة خمسة وستين فما فوق لازم اعمل عملية تبريد الاكل بتاعي ازا كان مطهي او ازا كان بعد عملية الطهي في درجة حرارة بتتراوح من اتنين لخمسة او لو انا انتهيت زي ما اتفقنا من عملية طهي ان انا بخصم في درجة حرارة لو انا بعمل عملية التبريد في درجة حرارة من اتنين لخمسة او في بعض الكتب من اتنين لاربعة او في بعض الاستخدامات في التلاجة ان هي بتفضل عندي درجة الحرارة بتتراها. وليه احنا قلنا طب من اتنين الاربعة دي نقطة برضو نحب ان احنا نعرفها. دايما التلاجة فيها ترمستات لفصل درجات الحرارة. يعني انا لو حطيت الاكل جوا درجة الحرارة بتعلى لحد درجة حرارة اربعة. هنا بيبتدي الترمستات يرجع للتبريد لحد ما وصل لاتنين. واتنين بحيكاية على هالتاني الاربعة. تاني نرجع الفكرة اموما انت النهاردة عشان تحافظ على صحة ابنائك وتحافظ على صحتك. لازم تحافظ على الغذاء المقدم ليهم سليما خالي من اي مرض. ونجد نقطة المهمة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة عن طريق ان انا بعمل عملية التنظيف. عن طريق ان انا بعمل عملية الفصل. عن طريق عملية الطهي. عن طريق عملية التبريد. نلاحظ ان في عندنا في حياتنا الناس كتير بتحب تاكل الاكل النص سوى او الاكل النص مطهي. وده موجود في بعض الاماكن كتير في اللحوم وفي ناس بتحب تاكل البيض وهو ناي. البيض وانه هو ناي مسبب لمرض خطير جدا اللي هو مرض التيفود. اللي هو بيكون حامل لبكتيريا السلمونيلا. لو انا ببقى شايل اي اكل من الاكل ممنوع النهائي انك تتعامل مع اكل من غير ما تكون عملية طهي كامل. عرضت درجة حرارته عشان ما تسبب ليش العدوى الموجودة في الاكل تتنقل لجسمي. حلات التسمم اللي ممكن تجيلي. حلات التسمم اللي ممكن تجيني عن طريق الاكل. ممكن تكون من اشهر حالة التسمم اللي بنقول عليها التسمم اللي تيجي من المعلبات. زي ان انا اكل من علبة معلبة منفوخة. العلبة المعلبة المنفوخة بيكون في بكتيريا لها هوئية. اللي هي الكوليستريديا دي بتسبب نوع من انواع الارتعاش ودي مالهاش علاج. فلازم اخد بالي كويس جدا وانا بشتري اي معلبة انها ما تكونش منفوخة. اه لازم تكون جسمها سليم. لازم تكونش مخبوطة. لازم ما تكونش المعلبة دي مخبوطة. الفتح والقفل هنا ما بنشوف في الفيديو علامة الخطأ. القفل والفتح للمطبخ اه او للتلاجة باستمرار ده بيسبب خلل في درجة حرارة الهواء اللي ده الجوة التلاجة. فده بيخلي يحصل فقط لدرجة الحرارة مما يؤدي ان درجة الحرارة تبقى عالية شوية عن اربعة تبقى سبعة تبقى تمانية. ومدام تعدي درجة حرارة خمسة وعلية فيها ده معناه ان هيحصل عندي عد بكتيري يزيد. هيخلي الاكل اللي جوة التلاجة يسبب لي عملية الاصابة. برضو في حالات صغيرة ممكن ناخد بالنا منها ان في نوع من انواع البكتيريا بيحبي ايش جوة التلاجة زي الليستيريا. ودي من اشهر البكتيريات اللي موجودة عندنا في مصر بتعمل لنا نوع من انواعات ديزونتاريا وبتيجي من الاكل غير المطهي جيدا زي البورجر او زي السوسيس. ودي مكانها الطبيعي اللي بتحبي تعيش في فين? في التلاجة. لدي درجة حرارة من اتنين الاربعة. وده بيأكد علي ان انا عشان اعمل او ان انا اكل اكل لازم اعمل له عملية طهي حتى لو بردته في التلاجة. ولو كان مطهي الاكل دوت وهطلعه لازم اعمل له عملية اعادة تسخين. يعني ان احطه على النار واسخانه مرة تانية واعدي درجة الحرارة بتاعته فوق الخمسة وستين عشان احمي نفسي لو حصلت اي اصابة من التلاجة. وما ننساش ان انا عملية تنظيف وتطهير للتلاجة باستمرار عشان لو البكتيريا موجودة في التلاجة بعمل لها عملية القتل. في النهاية بنقول ان اه سلامة الغذاء دي نقطة نقطة مهمة في حياتنا. ما ينفعش ان احنا نفرط فيها باي حال من الاحوال. اه الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها في شغلنا او في طريق تحضيرنا للاكل في البيت مش صعبة. نقدر نتبعها ونقدر نتعلمها لأولادنا. سهل ان احنا نعلم ولادنا ازاي يغسلوا اديهم بالطريقة دي. سهل نعلم ولادنا ان هو اما يكون في يده معلها وطوع الارض ان انا اخليه يغسلها ويعمل لها عملية تطهير. سهل ان احنا نعلم ولادنا يعني ايه اعمل عملية تطهير لاداية بعد ما اعمل عملية الغسيل. سهل ان انا اعلم ابني انه ما يكلش اكل من غير ما يعمل له عملية تسوية. ان انا منعه ان يدوء اكل نية عشان ما تحصلوش حالة من حالات الاصابة. اه سهل جدا ان انا اعمل عملية فصل ما بين الاكل الناي والاكل المستوي زي ما شوفنا بالفيديو عن طريق ان انا بيكون عندي اكتر من لوحة لعملية التقطيع اللوحة الكاتنج بورد ديت او يكون عندي السكينة وبيفضل ان انا يكون عندي البلكود اللوني زي ما قلنا وحنا لو عدناها ببساطة كده اللون الازرق للأسماك اللون الاحمر للحوم اللون الاصفر للفراخ اللون اللي هي هنرمزها هنا الاصفر اللي هي صفار البيب اللون الابيض للحلويات او اللي بنقول عليه المخبوزات يعني واللون البني للاكل المستوي وطبعا بيبقى جميل جدا لو احنا عملنا السكينة بتاعت كل اللوحة بنفس الشكل بتاعها او بنفس اللون بتاع الكاتنج بورد ديت يبقى بستخدم نفس السكينة لعملية التقطيع مع نفس الكاتنج بورد ديت مع مرعاة تنظيف طب لو انا ما عنديش غير كاتنج بورد واحدة طبعا لازم نوضح ان ما عنديش حاجة اسمها كاتنج بورد خشب الكاتنج بورد خشب بتسبب ناء العدوى قوية جدا لانها بتبقى مسامها واسعة وبتشرب الماء اللي بجوها اللحمة وجوها الفراخ بيكون حاملة الميكروب وبعي كده ما جاء قط عليها اي حاجة تاني بتطلع وتنظيفها بيبصعب جدا بجانب ان اصلا وجود لوحة التقطيع الخشب ده بيسبب وجود عندي الحشرات زي صرصار انها بتنجذب لها بصورة كبيرة فما بفضلش ابدا ان انا استخدم الكاتنج بورد الخشب لكن انا بستخدم الكاتنج بورد البلاستيك ولو انا ما عنديش غيرها يبقى انا ما باجي اقطع عليها لحمة او اقطع عليها فراخ ناية باخدها وبعمل لها عملية غسيل وتنظيف وبعمل لها عملية تضخير وبعي كده برجع اقطع عليها لو انا هقطع اكل مستيوية او اقطع عليها اكل ناية بالطريقة دي ابقى انا عملت عملية كافرين كامل واحماية كاملة لنفسي وانا موجود في المطبخ من اي اصابة مرضية ممكن تجيلي وتعمل لي عدوى من اصابات الاكل في النهاية اتمنى ان تكون المعلومات اللي احنا قلناها لكم البسيطة دي تكون فيها نوع من انواع الافادة واشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة